قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش يوم الاثنين إنه يأمل أن تؤدي عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية والاتصالات النشطة مع دول المنطقة إلى تعزيز تسوية الأزمة السورية ونشر أنور جرغاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن هذه كانت خطوة إيجابية وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في بيان يوم الأحد إن روسيا ترحب بهذه المبادرة التي طال انتظارها كما أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا يوم الاثنين رحبت فيه بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومع ذلك بينما رحبت العديد من الدول بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وهنأتها تعارض الولايات المتحدة ذلك بشدة لا تستحق سوريا أن يتم قابلها مرة أخرى في جامعة الدول العربية وما زلنا نعتقد أننا لن نتبع العلاقات مع الحكومة السورية أو ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك بعد اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 تدخلت الولايات المتحدة عسكريا بوحشية ونهبت موارد سوريا وفرضت عقوبات أحدية الجانب ما تسبب في معاناة كبيرة للشعب السوري وقد أدى تدخل الولايات المتحدة في شؤون الشرق الأوسط على المدى الطويل إلى خلق عقابات كبيرة أمام تحسين العلاقات بين سوريا والدول المجاورة ومع ذلك مع تطور الوضع الداخلي والإقليمي في سوريا في السنوات الأخيرة تحسنت العلاقات بين الحكومة السورية والعالم العربي تدريجيا وأصبح صوت الدول العربية التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع سوريا مرتفعا بشكل متزايد وكان الصحفي الأمريكي فاريد زكريا قد نشر في وقت سابق مقالا في صحيفة واشنطن بوست قال فيه إن هناك عيوبا عميقة الجذور في السياسة الخارجية الأمريكية التي لا تدرك التغييرات التي تحدث في العالم لكن التحسن الحالي للعلاقات بين دول الشرق الأوسط هو تذكير للولايات المتحدة بأن الوضع قد تغير بالفعل